وزيرة الدفاع النمساوية تعلن عن تقرير الدفاع الوطني حتى عام 2030 تراجع معدل التضخم في النمسا إلى 9.2% بسبب انخفاض أسعار الوقود والتدفئة المستشار يؤكد عدم قدرة الحكومة على توفير فرص العمل الكافية بمفردها النمسا تؤكد أن نقل الدبابات من إيطاليا إلى بولندا تم بشكل رسمي بنامج مظلة السكن يحمي أكثر من 13 ألف شخص ومدينة فين تدعو سكانها للمساهمة في إنشاء خريطة عبر الشب مرحبا بكم في نشط الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم أعلنت وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تانر عن تقديم أول تقرير للدفاع الوطني يمتد فيه فترة التخطيط حتى عام 2030 ويستند إلى قانون تمويل الدفاع الحكومي الجديد ويشير التقرير إلى زيادة التهديدات التقليدية مع الحرب الروسية في أوكرانيا والتهديدات غير التقليدية مثل الهجمات الإلكترونية والطائرات بدون طيار وأعلنت تانر عن تطوير الجيش النمساوي وتحديث الخطط سنويا وإنشاء قوات رد فعل وأن يكون الجيش مكتفيا ذاتيا لمدة 14 يوما مع الاحتفاظ بعدد أفراد الجيش الحالية تراجع معدل التضخم في النمسا إلى 9.2% في مارس وذلك بسبب انخفاض أسعار الوقود وزيت التدفئة وارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل أقل في مارس في حين بقيت زيادات الأسعار في المطاعم دون تغيير وسجلت الأغذية والمشروبات زيادة متوسطة في الأسعار بنسبة 14.5% وبشكل عام زادت تكلفة الشراء اليومي بنسبة 14% عن العام الماضي بينما ارتفعت مشتريات الأسبوع بنسبة 5.9% على أساس سنوي بسبب انخفاض أسعار الوقود أكد المستشار النمساوي نيهما من مصنع BMW للسيارات في شتير أن الحكومة بمفردها لا تستطيع توفير فرص العمل الكافية وأشار إلى أن الحل يتطلب توسيع الشراكة مع القطاع الخاص والتركيز على التكنولوجيا والابتكار وأضاف أن الحكومة تسارع الخطى لدعم جهود مكافحة تغير المناخ وأن هناك فرصاً واعدة في طاقة الهيدروجين في السيارات وفي رفع كفاءة المحركات وخفض الانبعاثات وأوضح أن الحكومة لا تستثمر بنفسها وتعول على مبادرات الشركات الدولية محركة الأعطاء الأعطاء العملية أكدت وزارة الداخلية النمساوية أنها تلقت إختاراً من السفارة الإيطالية في فيينا يفيد بأن القطار سيقوم بنقل دبابات من إيطاليا إلى بولندا في الرابع عشر من هذا الشهر وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن التحرك بين دول الاتحاد الأوروبي يتم بدون تصريح في حال توفر بعض الشروط وأن الدبابات لا تحتاج إلى تصريح استناداً للقانون النمساوي المتعلق بالمواد الحربية غير أنه يتطلب تصريح في حالة نقل المواد الحربية إلى دولة ثالثة ونشر مقطع فيديو لقطار محمل بعشرين دبابة يظهر قطار طويل يحمل العديد من الدبابات منح برنامج مظلة استكن أكثر من ثلاثة عشر ألف شخصاً الأمان من إخلائهم من شقاقهم بسبب الوضع الاقتصادي المتأزم وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه تم دفع أكثر من خمسة عشر مليون يورو كدعم حتى الآن وتم الموافقة على أكثر من خمسة آلاف طلب وتم توسيع البرنامج في يناير 2023 ليشمل تكاليف الطاقة أيضاً ويشمل البرنامج تزديد الرصيد المتأخر للإيجار وتقديم دعم للأشخاص ذو الدخل المحدود ويعتبر البرنامج جزءاً من مساعدات التكاليف السكنية البالغة 250 مليون يورو تحت شعار فين ديرنازا ناخ يطلب من جميع سكان فيينا تسجيل انتباعاتهم حول الروائح في منطقتهم لإنشاء خريطة شم للمدينة وذلك ضمن مشروع علم المواطن وسوف يتم جمع البيانات عبر استبيان على الإنترنت ويتم تدريب المشاركين على تسجيل انتباعاتهم الشمية وتوثيقها في مذكرات شم ويتعلق الأمر بتدريب الفرد على وعي الجسد والتأمل الذاتي من خلال الكتابة وزيادة الوعي العام بالرائحة في الفضاء الحضري كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم شاركونا بتعليقاتكم كنت معكم أنا بثينا سلام أمسية سعيدة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة